أتدرب على حل المسائل المسألة واحد واحد لمواطن ثلاث قطع من الأرض أقيسة مساحاتها مبينة في الجدول التالي قطعة قيس مساحتها الأولى ثلاثة فاصل خمسة وسبعون الثانية أصغر من قيس مساحة الأولى بواحد فاصل خمسة وعشرون الثالثة مساوين لمجموعة قيسين مساحة القطعتين الأولى والثانية تعود المواطن كل سنة زراعة هذه القطع حبوبا فكان إنتاجها على نحو التالي قطعة الأرض كمية الحبوب المنتجة الأولى الأولى ستة وخمسون كيس من الهكتار الواحد بكل كيس واحد فاصل صفر واحد الثانية ستة وثلاثون فاصل خمسة في الهكتار الواحد الثالثة مئتان وخمسون باع المواطن منتوجه إلى ديوان الحبوب بمعدل أربعة وثلاثين فاصل مئتان وخمسين للقنطار الواحد بلغت مداخله في السنة الفارطة من بيع الصابة خمسة عشر الف وثلاثمائة واثنتين عشرة فاصل مئتين وسبعة وثلاثين ما قيس مساحة كل من القطعتين الثانية والثالثة؟ الإجابة قيس مساحة القطعة 2 قيس مساحة القطعة 1 ناقص 1.25 يساوي 3.75 ناقص 1.25 يساوي 2.5 قيس مساحة القطعة 3 قيس مساحة القطعة 1 زائد قيس مساحة القطعة 2 يساوي 3.75 زائد 2.5 يساوي 6.25 ما كتلة الصابة التي تحصل عليها المواطن هذه السنة بحساب الطن؟ الإجابة إنتاج القطعة 1 عدد الأكياس المنتجة في الهكتار الواحد في مساحة القطعة 1 في كتلة الكيس الواحد 56 في 3.75 في 1.01 يساوي 210 في 1.01 يساوي 212.1 إنتاج القطعة 2 كتلة انتاج الهكتار الواحد في مساحة القطعة 2 36.5 في 2.5 يساوي 91.25 كتلة الصابة 212.1 زائد 91.25 زائد 250 يساوي 553.35 يساوي 55.335 هل حسن المواطن هذه السنة مداخله مقارنة بمداخل السنة الفارطة؟ الإجابة ثمن الصابة كتلة الصابة بالقنطار في ثمن القنطار الواحد 553.35 في 34.250 يساوي 18952.2375 نعم حسن الفلاح من توجه في هذه السنة لأن 18952.2375 أكبر من 15312.237 دال المسألة 2 اثنان لفلاح أرض قيس مساحتها بالهاء 3.5 زرعها طماطم بمعدل 60 غرام من البذور في الهكتار الواحد تعطي كل 10 غرام من البذور المزروعة معدلة 3500 نبتة وتنتج النبتة الواحدة معدلة 5 كيلو غرام من الطماطم روج الفلاح جزءا من الكمية المنتجة من الطماطم في الأسواق الداخلية وباع البقية إلى معمل المصبرات تزيد كتلة الطماطم المبيعة إلى المعمل عن الكمية المروجة في الأسواق بـ 220.5 أحدد كتلة الطماطم المنتجة أبحث عن الحل بطريقتين مختلفتين الإجابة واحد وزن البذور المزروعة وزن بذور الطماطم المزروع في الهكتار الواحد في مساحة الأرض 60 غرام في 3.5 يساوي 210 غرام عدد النبتات وزن البذور المزروعة قسمة 10 غرام في المساحة التي تغطيها 10 غرام من البذور 210 قسمة 10 في 3500 يساوي 73500 نبتة وزن الطماطم عدد النبتات في معدل إنتاج النبتة الواحدة 73500 في 5 يساوي 367500 كيلوغرام يساوي 367.5 2. عدد النبتات بالهكتار الواحد وزن بذور الطماطم المزروع في الهكتار الواحد قسمة 10 غرام في المساحة التي تغطيها 10 غرام من البذور 60 قسمة 10 في 3500 يساوي 21000 معدل إنتاج الهكتار الواحد 21000 في 5 يساوي 105000 كيلوغرام يساوي 105 وزن كامل الصابة 105 في 3.5 زائد 367.5 أحدد كتلة الطماطم المروجة في الأسواق وكتلة الطماطم المبيعة إلى المعمل بطريقتين مختلفتين الإجابة 1. كتلة الطماطم المروجة في السوق 267.5 ناقص 220.5 قسمة 2 يساوي 73.5 كتلة الطماطم المبيعة إلى المعمل 73.5 زائد 220.5 يساوي 294 2. كتلة الطماطم المبيعة إلى المعمل 367.5 زائد 220.5 قسمة 2 يساوي 294 كتلة الطماطم المروجة في السوق 367.5 زائد 294 يساوي 73.5 3.5 ترجمة نانسي قنقر